السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم خاص بالنص الوظيفي التلوث السمعي سنجيب عن أسئلة صفحة 176 177 178 إذن نبدأ ب ألاحد وأتوقع أستحضر ما أعرفه عن أنواع التلوث إذن أنواع التلوث إذن هناك التلوث المائي تلوث الجوث تلوث الغابات إلى آخر السؤال الموالي كيف عبرت عناصر المشهد عن التلوث السمعي إذن لاحظوا معي المشهد أنواع من التلوث السمعي إذن لدينا ضجيج الآلات السيارات المصانع الطرقات السيارات إذن يعني تكاثفت كل العوامل وكل العناصر المشهد لتعبر عن الضجيج وعن الضوضاء وعن تلوث السمعي إذن اجتمعت عناصر المشهد في الإشارة إلى أهم مصادر التلوث السمعي في العصر الحالي أذكر أشكالاً وإذن سؤال موالي ولقبل أشكال التلوث إذن العلاقة بين مكونين العنوان إذن العنوان مكون من كلمتين التلوث السمعي إذن يرتبط التلوث بالسمع باعتبار التلوث السمعي نوع من أنواع التلوث إذن هناك أنواع مختلفة للتلوث في السؤال الأول فالتلوث السمعي هذا نوع من أنواع التلوث إذن الآن أذكر أشكال أخرى للتلوث السمعي إذن هناك الصراخ الأصوات المتكررة أو الصاخبة أصوات الآلات إذن الأصوات المتكررة هي مثلا تكون قلس في واحد المكان وواحد الصوت يتكرر مثلا كل هدوء يعني سكينة في واحد الغرفة مثلا مثلا شي اقترد لما تتسقط وكدير واحد الصوت مثلا تاق 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 إذن هذا التكرر يخلق واحد الحالة النرفزة واحد الحالة العصبية عند ذلك الشخص اللي يسمع وهذو كانوا من أنواع العقاب في بعض السجون أنه يكون صوت متكرر لأنه يتيري الجهاز العصبي يعني يخلي الأعصاب مشدودة إذن السؤال الموالي أتوقع أفكار النص من خلال العنوان والمشهد إذن من خلال المشهد والعنوان أتوقع أن يتحدث النص عن التلوث السمعي بتعريفه وأنواعه وآثاره إذن هذا هو التوقع لأن النص يتحدث عن تعريف التلوث السمعي أنواعه وآثاره إذن الآن سنقرأ النص بعد ذلك سنجيب عن الأسئلة الخاصة بالنص التلوث السمعي تعرف الضوضاء بأنها الصوت العالي المزعج الذي يضر بصحة الإنسان ويقلق راحته ويتسبب له في كثير من الأمراض وتعد إحدى أخطر ملوثات البيئة إلى جانب تلوث الهواء والماء ويدعوها العلماء بالتلوث السمعي ومن أشهر أنواع الضوضاء ضوضاء الطرق التي تعتبر من أكثر أنواع التلوث السمعي انتشارا في العالم وهذا النوع من الضوضاء مرتبط بوسائل النقل ومنها الطائرات والقطارات والشاحنات والحافلات والسيارات والدراجات النارية وكلها تحدث أصوات تزعج الإنسان وتقيق راحته وتضر بصحته ومن أنواع الضوضاء أيضا ذلك الضجيج الحد المنبعث من المعدات والآلات التي تكتر في أوراش البناء مثل مثاقيب الهواء اليدوية والجرافات وغيرها ويجب أن لا يغيب عنا نوع آخر من أنواع الضوضاء هو ذاك الذي يكمن في الأصوات المرتفعة للتلفاز والميذياء والموسيقى الصاخبة الصادرة عن الأجهزة الصوتية الرقمية التي يضعها كثير من الناس في آذانهم ولا ننسى الضوضاء التي يحدثها الإنسان سواء بحركته أو بصوته مثل الصراخ والشغب والكلام بصوت مرتفع وتنظيم الاحتفالات الصاخبة والمعروف أن جميع أنواع الضوضاء هذه تتسبب للإنسان في كثير من المشاكل الصحية إضافة إلى أن الضوضاء تربك عملنا وتشوش على تركيزنا وتسبب لنا الإجهاد والتوتر وتقلق راحتنا أثناء النوم فإنها من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضعف السمع أو فقدانه حيث إن التلوث السمعية يؤذي طبلة الأذن وقوقعتها الداخلية كما يتسبب التلوث السمعي في أضرار أو في أمراض القلب إذ إن كل ضوضاء تسبب للإنسان إجهادا تترتب عليه زيادة في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم زيادة على التراب وظائف الغدد والأعصاب وسوء الهضم ولا نستثني من هذه المشاكل الصحية ما يتسبب فيه التلوث السمعي من قلق نفسي خاصة ما يتعلق بالضطرابات النوم وما يترتب عن ذلك من إهمال للعمل وقلة التركيز والنسيان ومن شأن كل هذا أن يجعل الإنسان عصبيا وذا سلوك عنيف تجاه الآخرين ومن هنا يعتبر التلوث السمعي من أبرز تحديات العصر حيث يسعى العلماء إلى التقليل منه وحماية الإنسان من عكاساته الصحية والنفسية إذن هذا هو النص لصاحبه رؤوف وصفي إذن نوعية النص عبارة عن مقالة علمية إذن سنجيب عن أسئلة الصفحة 178 إذن نتمم الآن مع أجوبة الصفحة 178 إذن توقفنا عند أنمي معجم اللغوي أصلوا كلمة يدعو بسياقها إذن عندنا كلمة يدعو إذن سنحاول أن نحدد السياق ديالها يدعونه إذن يدعونه يعني يسمونه لا يطلقون عليه إذن مثلا يدعونه أبا أحمد مثلا أو أبو خديجة لأن ابنته تسمى خديجة يدعوه يعني يوجه له دعوة لحضور مثلا مؤتمر أو عرس أو وليما إلى آخره يدعو لفلان يعني يطلب له الخير يعني يتذكره أثناء دعائه ويطلب له الخير السؤال الموالي أبحث في معجم اللغوي عن معنى الغداد إذن الغداد هي وحدات في جسم الإنسان تقوم بتصنيع مادة لها وظيفة بيولوجيا مثلا لأنسولين أنسولين إذن يفرز على مستوى الغداد الصمى إذن هذا الغداد هذا هو واحد الوحدات في الجسم تكونة من المجموعة من الخلايا الدور دي لها أنها تعطينا واحد لنظيم ولا واحد لسبستانس واحد لمادة اللي عندها واحد الدور في الجسم الإنسان كدير واحد الدور السؤال الموالي أبحث في أحد القوامس عن معنى الضاجج إذن الضاجج أو هي الأصوات الصاخبة والضوضاء والمزعجة للأدنية الأصوات المزعجة والأصوات الصاخبة والضوضاء التي تزعج الأدنية إنسان لا يستطيع أن يتحملها يعني يتحمل سماع دي لها الآن سنمر الأفهم إذن سنجاوب على أسئلة أفهم السؤال الأول ما الضوضاء بحسب تعريف العلماء؟ إذن أعرف العلماء الضوضاء بأنها تلوث سمعي إذن الضوضاء عبارة عن تلوث سمعي ما أشهر أنواع الضوضاء وما أثاره على الإنسان إذن من أشهر أنواع الضوضاء ضوضاء الطرق المرتبطة بوسائل النقل إذن حسب النص وتؤثر سلبا على الإنسان لأنها تزعجه وتقلق راحته وتضر بصحته سؤال موالي ما المشاكل الصحية التي يتسبب فيها التلوث السمعي؟ إذن من المشاكل الصحية التي يتسبب فيها التلوث السمعي ضعف السمع أو فقدانه التشويش في التركيز الإجهاد والتوتر ما أثاره التلوث السمعي على قلب الإنسان؟ إذن تأثير ديال تلوث السمعي على القلب إذن يتسبب تلوث السمعي في أمراض القلب بسبب زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم إذن الآن سنمر الأسئلة أفكر إذن السؤال الأول يتسبب التلوث السمعي في توتر الإنسان وانزعاجه؟ إذن أذكر أسبب أخرى؟ أسبب أخرى لا اليش كيف يمكن أن تخفيف من تأثير التلويت السمعي خصوصاً مرتبط بالتطور التكنولوجي بالتقليل من استعمال أجهزة الرقمية والصوتية تفادوا هذه الأجهزة الرقمية والصوتية وتفادي الأجهزة التي تكبر الصوت إذن مكبرات الصوت إذا نحاول أن نتفادهم لأنهم يضروا بالفعل إذن الأدن الصحة الإنسان بصفة عامة الصحة الجسدية والصحة النفسية الآن سنمر الأقرأ وأحلي ما الأعضاء التي تتأثر بالتلويت السمعي في جسم الإنسان إذن الأعضاء التي تتأثر بالتلويت السمعي إذن لدينا الأدن، القلب، الجهاز الهضمي، سوء الهضم، والجهاز العصابي يعني الأعصاب الأعصاب السؤال الموالي أقترح عنواناً للفقرة الأخيرة من النص إذن الفقرة الأخيرة ممكن أن ندر لها كعنوان التلويت السمعي أبرز تحديات العصر لأنها تهضر على التلويت السمعي إذن فيها غير جهاز الجمع إذن خاتمة للنص تهضر على أن التلويت السمعي وإلا من أحد أهم التحديات التي تواجه لإنسان في هذا العصر إذن التلويت السمعي أبرز تحديات العصر السؤال الموالي تتضمن الفقرة الخامسة أفعالاً مرتبطة بالمشاكل الصحية التي يتسبب فيها التلويت السمعي ما هي؟ إذن الأفعال المرتبطة بالمشاكل الصحية لدينا يتسبب تربك تشويش تقلق تؤدي الآن سأبدأ رأيي أقترح حلولاً لمواجهة بعض أنواع التلويت السمعي إذن الحلول المقترحة لمواجهة التلويت السمعي تخصيص مناطق صناعية بعيدة عن الساكنة مثلاً الوزينات نبنيهم في شيء أما كلهم أبعاد على الساكنة التخفيف من الضوضاء للآلات إذن مثلاً مغينا نختارعوا شيء آلة جديدة نحاولوا أننا ذك الصوت دي المحرك ديالها يكون يعني ما كيتسمعش يكون الصوت يعني قليل ولم خافت نشر الوعي بين الأفراد ضرورة يعني محاربة أسباب وأشكال تلويت السمعي إذن لاحظت أن صديقاً ليكثر من استعمال السماعات في أذنيه بما أنصحه يعني النصحة اللي نوجهها الصديق ديالي إذن مثلاً سأنصحه بتقليل أو تجنب استعمالها إذن هذه السماعات لأنها تضر بصحة الأذن ويمكن أن تسبب له مشاكل صحية خطرة بالفعل إذن سماعات جو الأذن ولذلك الكاسك اللي نديره على أذن فهو خطر جداً على الأذن لأنه أصلاً تحبس يعني تحبس مجموعة من البكتريات والجراتيم في هذه الأذن لأنها تكون ملويت وتضعه على أذن إذن تجعل الجراتيم تتكاتر وتتكبر لك في المستوى أذن إضافة إلى إذن 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 سنستعين بأسئلة الفهم إذن إذن يعالج كاتب المقالة واحداً من أبرز تحديات العصر التلوث السمعي أو الضوضاء وتطرق لتعريفه وأنواعه وتأثيره على صحة الإنسان وأبرز المشاكل الصحية الناتجة عن التعرض المستمر للضوضاء والضجيج وخالوصة إذن هنا نكتب وخالوصة بش نفهمها وخالوصة إلا أنه وجب البحث عن حلول ناجعة للحد والتخفيف من آثار التلوث السمعي حماية للإنسان وصحته إذن هذا هو العنية التلخص التي نقترحها لكم إذن أصدقائي هنا ينتهي هذا الفيديو معيدنا إن شاء الله يتجدد مع دروس أخرى دائما نفس المرجع وعلى نفس القناة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر